مذ عقود من الزمن أثبتت جهود واستراتيجية المغرب في مكافحة المخدرات نجاعتها داخل محيطه الإقليمي جهود كبيرة حازت الإشادة والاعتراف من طرف الخبراء الدوليين والتقارير المنجزة من طرف المؤسسات المختصة العديد من الجهات أشادت بفعالية وبعد نظر الاستراتيجيات التي يتبعها المغرب واعتماده ليس فقط البعد الأمنية والزجرية لمكافحة الظاهرة بل تعد ذلك إلى مقاربات اقتصادية واجتماعية بالوقائع والأرقام والمؤشرات أثبت المغرب وفاءه بالتزاماته الدولية والإقليمية وانخراطه في قضية مصرية تعني أمن العالم والصحة وسلامة المجتمع الدولي وخير دليل على ذلك توقيع المغرب ومصادقته على الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمكافحة المخدرات ومؤثراتها العقلية تثمين عمل المغرب في هذا المجال تضمنته التقارير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تقارير أشادت بالسياسات العمومية المطبقة من قبل السلطات المغربية في مجال مكافحة زراعة القن بالهندي والتي مكنت خلال العشر سنوات الأخيرة من القضاء على هذه الزراعة في عشرة الآلاف من الهيكتارات الجهود المغربية معترف بها كذلك من طرف دول الجوار الأورو متوسطي وهي ما سهل إحداث مجموعة الأربع المتكونة من المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال الولايات المتحدة هي الأخرى ما فتأت تشيد غير ما مر بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب وبما أسمته الاختراق المثير للإعجاب الذي حققه فيما يتعلق بتقليص المساحات المزروعة بالقن بالهندي